المواطن السوي لأن هو متناسب جداً مع البيئة نفسها الموجودة بيتعامل مع البيئة بحرص نقدر أنه المواطن عنده وعي بالزبط كده مواطن عاش ألاف السنين في المنطقة وفهمها كويس ويقدر يعبر عنها وهو أقدر واحد أنه يرممها يعني نحن هنشوف من ضمن الصور ده إيدي بقى دي صور شالي قديمة لا دي مدينة شالي حالياً هذا ما سأ workshop نحن 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 ن الطبيعة من الرحلة الأدام اللي كانوا بيأخذه الصور بالأبيض والإسود ومن الرحلة الأدام دا هم الي كانوا بناعتمد عليهم في ترميم المدينة المرحلة الأولى كانت ترميم المسجد العطيق وده إقدم مسجد مبني بالطين في أفريقيا كلها وده تم ترميمه بالكامل وبعد كده مسجد اسمه مسجد ت Ten tela di ده مسجد تم ترميمه بالكامل برضو وهنشوف صور ليه حاليا والمرحلة الثالثة هي الصور الكبير بتاع مدينة شالي والشوارع والطرقات بتاعت المدينة والمنازل ده مسجد تتنادي اللي احنا شايفينه على الشاشة بعد ما تمت عملية الترميم والحقيقة انه في الافتتاح بتاعه كان موجود وزير الاثار ووزير السياحة ومحافظ مطروح وخمستاشر سفير دولة اجنبية جمع عشان يفتتحوا المسجد ده خمستاشر سفير دولة اجنبية كان يهتموا ان هم يفتحوا مكان تراثي واسري بالمنزل زي ما احنا شايفينه مدينة معمولة بطريقة بيئية وبيستخدم فيها كل عناصر الطبيعية جزوى نخل جزوى زتون احجار ملحية بيسموها الكرشيف او هي خامة البناء في سيوة ده منظر المدينة بالليل وهي الرابط انها تنتهي في عمليات الترميم بتاعتها تمام بس هي الناس اللي ساكنة برضو حوالين الحاجات الاسرية دي ساكنة برضو في بيوت بيئية بص يا حضرتك احنا بنحاول ان احنا نرسخ ونؤكد مفهوم العمارة البيئية يعني ده مثلا هي العمارة البيئية برضو عشان لو حد بيشوفها اللي هي بتبني بالخامات المتاحة عندك وبتقاوم الظروف المناخية اللي موجودة في المنطقة وفي نفس الوقت هي خامة طبيعية ومفيدة جدا لجسم الإنسان وصحة الإنسان فاحنا بنأكد المفهوم ده لان هجمة الخرصانة المسلحة بدأت تأثر تأثير سلبي جدا على مدينة سيوة فاحنا بنحاول نقاوم الاتجاه ده بان احنا نعمل البيوت بالطريقة البيئية طبعا فيه بيوت كتيرة حديثة دخلت بالطريقة الحديثة واحنا بنحاول ان احنا نحافظ على طراصنا حتى لو عملنا حاجة حديثة تبقى متوافقة مع الشكل القديم ومع الملامح المعمرية الجميلة اللي احنا بنشوفها هنا طبعا يعني وزارة الثقافة ولا الأثار وزارة الأثار الأثار هي المعنية بتجديد المدينة طبعا وهي اللي بتشرف على التنفيذ المشروع والجهات الدولية اللي بتمول زي الاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي البريطاني هي عندهم اهتمام كبير جدا بارجاع المدينة لشكلها الأصل الحقيقة يا بشماندس كتير من المتخصصين اللي زي حضرتك بيكلمون عن مدينة سيوة ان هي مكان متفرد جدا في مصر وبنشوف ان الأجانب يعرفوا قيمة هذا المكان يمكن اكتر من المصرين ليه ما فيش يعني حتى فكرة السياحة داخلية لمدينة سيوة يكاد لا يذكر لو فيه منافسة مع السياحة الشاطئية مثلا ليه ما فيش ترويج لهذه المدينة هو طبعا المفروض ان احنا يعني انا سعيد جدا ان القناة بتاعتكم بتهتم بانها تظهر الجوانب الجميلة اللي موجودة في اماكن كتير من مصر سيوة من المشاتي اللي هي مشهورة عالميا لان جواها في الشتاء من احسن اجواء السياحة اللي تقدر تستمتع بيها وكمان فيه سياحة علاجية يعني فيه الدفن في الرمال وفيه بحيرات ملحية لها تأثيرات جيدة جدا على الجسم فاحنا عايزين ننشط السياحة والحقيقة في الفترة اللي فاتت بدأت مع الاحساس بالامان اللي احنا بنحس بيه في البلد كلنا بدأت السياحة الداخلية تتنشط جدا يعني الفترة الحالية اللي احنا فيها دي فترة الصيف هي فترة الدفن في الرمال اللي لها تأثير ايجابي جدا على صحة الانسان وعلى المفاصل وعلى الروماتيزم وعلى الروماتويد حاليا بتباف سبعة وثمانية صحيح الجو حار بس هو ده الجو المناسب لعملية الدفن في الرمال بالنسبة للشتاء بيبقى فيه بقى الاستمتع بالبحيرات الملحية وعيون المياه الكابريتية وبالاضافة لان الجو هناك جاف جدا وزي ما انا قلت في الاول ان هو نسبة الاكسجين عالية جدا لان هو منخفض فده كله له تأثيرات جيدة جدا على الصحة العلاجية حلو ابي ليه بنقول ما بين الحقيقة والخيال يعني لانه لما هنشوف الصور الاديمة الابيض وسود هنشوف حصن اهي دي دي الاديمة دي مثلا سوى 1901 الله فشوف احنا يعني الحاجات دي ما بيتش موجودة دلوقتي دلوقتي الصور بدأ يقل شوية ان شاء الله بعد سنة من نهاية مشروع الترميم هترجع للشكل ده اي فطبعا بين الحقيقة والخيال انك انت في صحرة في ماشي في طرقات بسيطة جدا بتشوف قلعة كبيرة ضخمة بتشوف منازل مبنية بتشوف امارة بتوصل لثمن وتسعة دوار زي ما احنا شايفين دلوقتي المأزانة بتاعت الجامع واضحة بنفس الشكل الحقيقة ان احد المسجدين كانت المأزانة بتاعته انهارت تماما واحنا عن طريق الصور القديمة قدرنا نوصل لنفس الشكل ونعيدها بنفس طريقة وانا يعني كان ليا الشرف ان انا احصل على جهزة الدولة التشجعية لترميم المسجد العطيق في سيوة مع زميلي المهندسة امارة فارغة فهنا بنشوف الصور القديمة دي نوع من الخيال انك انت في وسط واحة بتشوف قلعة ضخمة صحيح بيها ارتفاع بيوصل لثمنتاشر وعشرين متر وبتشوف البيوت مبنية بطريقة فريدة فازاي انها ترجع تاني للحقيقة او نحييها تاني هي دي فكرة المشروع لازالك احنا مسمينه مشروع احياء مش مجرد طرمين احياء يعني بنفس المواصفات بالزبط يعني كأنه ده مريض وبعدين بيحيى تاني ويقوم ويرجع للحياة